محكمة خاصة للتركات نقلة نوعية لمحاكم دبي تم الاعلان عن تفاصيلها اليوم خلال مؤتمر صحوفي حضره سعادة طار الشعيد المنصوري مدير عام محاكم دبي وعدد من القضاة ما هي اختصاصات محكمة التركات وما هو الهدف من انشائها الجواب لدى طلال الهندسي تدخل المحكمة الخاصة للتركات عملها مطلع الشهر المقبل في خطوة تهدف منها الامارة الى اختصار الوقت وتخفيف التشعبات التي قد تحصل في هذا النوع من القضايا المحكمة ستنظر في دعاوة التركات المتعلقة بقائمة الجرد او بتصفية التركة او قسمة اموالها بين الورثة او اي دعاوة مدنية او عقارية او تجارية ناشئة عن التركة وتنقسم المحكمة لقسمين الاول التحضير وهي التي تركز على الصلح والحلول القانونية بين الورثة والثاني للدعاوة القضائية التي سوف تنقل اليها القضية في حال عدم التوافق عند التحضير محكمة التركات هي انشئة بموجب قرار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم الغاية منها حل الخلافات بين الورثة في محكمة واحدة تعتبر كسلطة مركزية تتنوع فيها النزاعات بين الورثة ولكن لا تخرج عن إطار المحكمة في الفاصل بين النزاعات بينهم المحكمة الخاصة للتركات والأولى من نوعها ستكون بمثابة نافذة واحدة لهذا النوع من القضايا تجنبا للتشعبات السابقة التي قد تحصل وهي تتكون من درجة واحدة وتضم دائرة أو أكثر كما يشترط لتقديم الدعوة أن لا تقل قيمة التركة عن نصف مليون درهم عندما تظهر الخلافات في مرحلة متقدمة من ملف تركة يتمي حالة الأطراف إلى المحاكم المتخصصة المدنية والتجارية وغيرها وتتعدد هناك الدعوة وتزيد المدد التقاضي هذا التشعب هو من أبرس سلبيات دعوة التركات وترتب عليه تأخير الفصل فيها الآن إن شاء الله من خلال محكمة واحدة ستتعامل مع كافة أنواع الدعوة سواء تجارية سواء مدنية من خلال محكمة واحدة محاكم دبي وضعت مؤشر داخلي لضمان قياس سرعة إجراءات التقاضي فمدة التحضير يجب أن لا تتجاوز مدة ستة أشهر أما الدعوة يجب أن لا تتجاوز مدة عام كامل مع وجود استثناءات محددة المحكمة الخاصة للتركات نافذة قضائية جديدة ستهدف لتقليص مدة سير الدعوة التركات في دبي التي وصلت مجموعها العام الماضي إلى ألف وثمانمائة دعوة ترجمة نانسي قنقر